كيف عمره؟ حالياً خمس سنوات ونصف طيب، اكتشافك إلى؟ عمره سنتين إلى سنتين ونصف سنتين؟ نعم، طيب، طريقة الاكتشاف؟ هي عراض بيّنت من خلال سلوكيات ظهرت عالية وبطئ بالنطق، وبطئ بالنمو، بطئ بالزحف، بالمشي من هذه الأمور التي بيّنت، المفروض هي بالطفل السوي تكون سريعة يعني يعني أريد أعرف التعامل وياه كيف تتعامل وياه؟ يعني سابقاً؟ لفهمة سابقاً وحالياً لفهمة شون تتعاملوا بالبيت يعني؟ اي نعم أو شون تفهم منه ما يطلب منه؟ بالبداية شون التعامل صعب بس يعني بعد التدريب عفواً يعني بعد دخوله للمأهد، مأهد الرحمن التخصصي لا يعني أمور هواية تغيرت، يعني هواية أمور اختلفت طيب، يعني بديت تتعامل وتراجع لطبيب ويفهم سلوكياته أهم النصائح اللي أخذتها من الطبيب أو اللي أعطاك إياها؟ ماكو علاج نهائياً؟ طرف العلاج وانت تتجئ؟ بصراحة يعني من خلال مراجعة الطبيب تبين أنه التدريب لمريض التواحد أكثر من العلاج طيب يعني من راجعت للدكتور يعني أنت علاجات، بس العلاجات خملت الطفل أكثر ما يعني نشطته لذلك يعني التجئنا للتدريب يعني من خلال معهد الرحمن خلال الكادر المختص المديرة ستنبراسة الله يحفظها المعلمات يعني بيّن فرق أكثر من ما بيّن بالعلاج طيب هو عند أخوان؟ لا هو الوحيد هو الوحيد بالعائلة يعني على مستوى العائلة الكريمة ما يعدكم هكي حالة؟ لا أكو، يعني ابن عمي ابنه أها، في نفس الحالة؟ أي نفس الحالة يعني ما تضح بالطبيب بأنه أبلغك بأن هذه حالة وراثية أم صدفة كانت؟ يعني هو هسا من خلال الآن الحالة الثانية صارت، يعني نقدر نعتبر أنه صارت يعني وراثة كريم افضل اشتركوا في القناة